الاهلي بيستعد للبطولة العالمية زي ما قلت لحضراتكم احنا دايما بنقفل صفحة وبنفتح صفحة مع فريقنا مع فريق نادي الاهلي خلال الفترة السابقة كان كل كلامنا عن الدوري وعن مباريات الدوري كسبت الزمالك كسبت البنك الاهلي كسبت او تعادلت مع المصري تعادلت في مباراة اخرى وكسبت بقية المباراة وبالتالي وصلت ان انت تكون الاول في او متصدر الدوري العام وبالتالي نقفل هذه الصفحة وننظر الى الصفحة القادمة او البطولة القادمة البطولة القادمة اللي عندنا النادي الاهلي بيستعد للعالمية والمشاركة في كأس العالم للاندية للمرة كام مرة كام التامنا في تاريخ النادي الاهلي كأس العالم للاندية يعني ناس كتير ما تعرفش كأس العالم للاندية نفسها طبعا أنا عارف أن في ناس كتيرة جدا نفسها تلعب في كاس العالم للأنديه لكن حتى الآن النادي الأهلي هو ممثل مصر وإفريقيا الوحيد لا من مصر فقط مش إفريقيا لكن ممثل مصر في هذه البطولة خلال الـ 8 مرات السابقة الكل بينظر للنادي الأهلي وإيه اللي بيحصل وهو بيواجه أقوى الأندية العالمية الكل سينتظر النادي الأهلي وينظر للنادي الأهلي وهو يواجه أكبر وأقوى الأندية العالمية الأهلي هو زعيم القرى الأفريقية إن شاء الله ربنا يكرمنا في مونديار الأندية اللي بيستضيفه المغرب الشقيق في الأول من فبراير وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته المارد الأحمر صاحب أرقام قياسية في مونديار الأندية وفاز بالميداليا البرونزية ثلاث مرات إن شاء الله البطولة نقدر نحقق ميداليا أفضل ونشوف هنقدر نوصل لغاية فين لأنه لكل مجتهد النصيب والاجتهاد ليس وليد ليلة وضحاها ولكن سنين كتيرة جدا جدا من التخطيط والمثابرة والإنجازات والإدارة الحكيمة والعمل الجماعي فالأهلي هو وجهة نظري حضارة الرياضة في مصر وكرة القدم يظهر في مونديار الأندية للمرة الثامنة ترجمة نانسي قنقر